بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا الحياة كلها تغيرات وخاصة في الوقت اللي احنا فيه التغيرات بس مش تغيرات في المناخ بس لا احنا فيه تغيرات في البشر نفسهم احنا حصل تغيرات فينا مش بس اللي انتو حاسينه بس في مسألة ان احنا مش عارفين الجو ده او جو شتا ولا جو صيف احنا نفسنا ناس كتيرة مش عارفة هي مين وساعات التغيرات بتوصل لحد ان ممكن يظهر جيل احنا مش عارفينه ومش فاهمين عنه وعشان كده لازم نقعد ونتكلم مع بعض عشان نعرفه ده اللي حصل مع جيل اسمه جيل زد جيل زهر بعد الالفية وفي داية الالفية دي بدأ الجيل دوت ينفتح على العالم لانه الجيل اللي عاصر الانترنت والسوشيال ميديا كمان جات وزودت التفاصيل الكتيرة اللي في الجيل ده اللي احنا محتاجين نعرفه لازم نعرف ان سمات الجيل ده مختلفة كتير عننا طب قلبي خلينا احنا بنتكلم عن حلقات التربية نتكلم عن الجيل ده لان ربنا امرنا وامرنا امر واضح بل الانسان وعلى نفسه بصيرة اه صحيح العلماء بيقولوا ان دوت خبر بس اريد به الانشاء يعني كن بصير على نفسك فاحنا لازم نكون بصيرين على انفسنا وعلى اولادنا ازاي هنقدر نتعامل مع ده لان بالمناسبة الجيل ده ما ينفعش ان احنا نقول بس ان الجيل ده التمر فيه زيادة بس ده تصطيح للمسألة اه صحيح ممكن دي تكون سمة من سماته بس هي مش بالضرورة بتحكي عن كل صفاته وعشان كده كان ضروري جدا جدا ان احنا نعرف الجيل ده ونعرف المداخل المؤسرة اللي ممكن تتناسب معاه فاحنا لازم نستخدم مداخل مناسبة جدا جدا للجيل ده تتناسب مع سماته تتناسب كمان مع زمانه ومع تفاصيل حياته واحنا بنرب اولادنا وبنعلمهم واحنا بنعلمهم ازاي اقبلوا على الله يبقى لازم نعرف هم مين ونعرف تفاصيل شخصيتهم اللي هم بيعشوها دلوقتي لازم نكون عاون لأولادنا على الاقبال على الله وعشان نقدر نكون ده لازم عندنا شوية قواعد نقدر نتعامل بها مع جيل زد هذا الجيل انا هقول لكم على بعض سماته الجيل ده مش زي ما بيقول الناس هو جيل متمرد هو جيل اتعلم وتربع لانه ما يقبلش اي حاجة الا بعد ما يفكر فيها يعني هو جيل ممكن انت تحس ان هو فقد الثقة لا هو عنده قضية اساسية ايه هي انا مش عابل اي حاجة من غير ما افكر فيها هو جيل ممكن انت تقول عليه ما عندهش نفس المسلمات اللي عندنا لانه عنده ان هو بيحب يكتشف الحياة بنفسه حتى لو الحاجة معروفة هو يحب يكتشفها بنفسه ليه؟ لانه اتقاله كتير كلام كتير كتير على انك انت قمتك بانك انت تعرف بنفسك اذا الجيل ده جيل مختلف وحضرت النبي علمنا ان احنا نتعامل مع كل انماط البشر وخاصة في اولادنا علمنا ان لما حد يقول حاجة ما نوجهوش بالرفض مباشرة لا نسمعه ونسمعه بتروي ونسمعه كمان وهو بيقول ونكون حكماء في ده فعشان كده لازم واحنا بتعامل مع جيل زد عشان نساعده على الاقبال على الله لازم نخلي باننا من التغيرات اللي بتحصل لأولادنا خاصة في الفترة المراهقة اللي هتحتاج مننا حاجة اسمها جودة اطارة المراهق يعني ايه جودة اطارة المراهق؟ المراهق يا سيدي مش مرحلة وصمة ولا خطر لكن دي مرحلة محتاجة مزيد من الرعاية والعناية فالمراهق بيلاحظ ان حياته بتتغير وتغير حياته ده مش بس بيبقى تغير فيسيولوجي عن مرحلة الطفولة اللي هو بيحتاج فيها الى الرضاع بيحتاج فيها ان حد يتم به لا هو بيحس انه هو بيدب فيه انه قادر انه يستقل ففكرة الاستقلال دي بالمناسبة جيل زد فكرة الاستقلال بتبتدي عنده من بدري ممكن تبتدي من سبعة وتمانية سنين فلازم نعرف ان تحدي الاستقلال ده تحدي اساسي عنده وعلى فكرة هم مش بيتنكروننا هم مش انه هم مش عايزين ينتسبوا الينا لا ده هم عايزين يستقلوا احنا فكرة الاستقلال فكرة مهمة وفكرة الاستقلال على فكرة شيء له وجهان الوجه الاولاني هو ان الاستقلال بتخلي الواحد يمارس مهاراته ويمارس قدراته بدري وده مهم جدا 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 وحدث النبي صلى الله عليه وسلم لما خل بعض الصحابة وهم صغر الزني زي اسامة يقود جيش فيه سيدنا اوبكر وسيدنا عمر وكأنه كان بيشور على عصرنا ده اللي احنا فيه محتاجين لخلي اولادنا يستخدموا مهاراتهم وقدراتهم بدري فبتبقى الاستقلال ده ليه الوجه الحسن اللي هو فكرة ان الواحد يستثمر ذاته لكن بيبقى فيه شيء تاني انه هو ايه انه ممكن يطلع من الاستقلال ده التمرد او الرفض طب ازاي ده بقى نقدر نحسمه بتبقى الاشكالية لما بيستخدم المربي الولدية الرعية على عيطلع التمرد اول ما يستخدم السلطة سواء كانت السلطة الحنينة اللي احنا بنسميها الولدية الرعية او السلطة الغليظة اللي هي ايه السلطة اللي فيها الانتقاد اللازع انت عمرك ما بتعمل حاجة صح لكن السلطة الحنينة لا يسمحت اغسل سنانك قبل ما تنام عشان ده احسن لك احسن لصحتك واحسن لحياتك واحسن لجمالك او في سلطة برضو فعلى طول ما نستخدم السلطة مع شخص بيميل الى الاستقلال هو مش هيطلع منه غير الطفولة المتمردة طب نعمل ايه احنا واضح ان احنا مش قادرين نوصل لأولادنا القيم والاخلاق زي ما كنا احنا بنعيشها احنا كنا بنعيش ان احنا نقول لأولادنا القيم والاخلاق فهم ياخدوها مننا ويسمعوها ويرجعونا تاني لما هم يطبقوا وهم يعرفوش يرجعونا تاني ما تنتظرش ده من جيل زد ما تنتظرش ان انت تتعلمه ويروح يجرب فلما يغلط يرجع لك تاني مش هيعمل كده لكن هو ممكن يعمل ايه يكون فيه مشاركة طب احنا محتاجين عشان نيبقى فيه مشاركة بيني وبين اولادي اللي هم من جيل زد نبقى نعمل ايه محتاجين ننشط شريط اسمه شريط البالغ احنا عندنا ست شرات زي ما احنا عارفين قلنا كده قبل كده شريطين للولدية الولدية الرعية والولدية الانتقادية وبعدين عندنا شريط البالغ وبعدين عندنا شريط الطفولة الطبيعية والطفولة المزعنة والطفولة المتمردة احنا عايزين نشغل شريط البالغ معهم كتير اول ازاي بقى نشغل شريط البالغ افضل طريقة لتشغيل شريط البالغ مع اولادنا واحنا بنربيه نستخدم الاسئلة الحقيقية مش الاسئلة الاستنكرية ولا الايحاقية يعني إيه أستخدم معاه الأسئلة الإيه حقيقة الأسئلة الإيه حقيقة يقول له طبعاً أنت بتحب الصلاة لما يكون ما بيصليش ويعني عند مراهق ما بيصليش فأقول له طبعاً أنت بتحب الصلاة ده سؤال إيه حقيق من السؤال الحقيقي أو أقول له أنت أكيد أنت ينفع أن أنت ما تصليش برضو ده من السؤال الحقيقي ده سؤال استنكاري لكن السؤال الحقيقي هو إيه؟ ببساطة خالص يسأله سؤال واضح ايه اللي بيخليك ما تصليش ويسمعوا يبقى اول حاجة نتأخذ من الأسئلة تاني حاجة ان احنا نسمع أولاد هو ييجي يقول لي هيقوله ايه يعني لا بيقوله كتير ده بيقوله كتير وبيفاجؤون بالإيوالة كمان وعشان كده لازم نسمعه ونسمع منه ونستمر في الأسئلة لما بنستمر في الأسئلة بنشط شريط البالغ مش شريط التمرض عند الطفل ده يبقى اول حاجة زي ما قلنا لازم ندرك التغيرات اللي موجودة في فترة دي اول قاعدة اول قاعدة في التعامل مع جيل زيد لازم ندرك التغيرات اللي موجودة في فترة المراهقة ولازم نمتنع عن استخدام الولدية بكافة أشكالها تاني حاجة لازم ونشتغل مولدية وننشط شريط البالغ تاني حاجة بقى عايزين نختار المداخل اللي ممكن تدخل على قلوبهم وتدخل على فكرهم واحنا بنعلمهم من القيم والعبادات مثلا لما اجي اقول له مثلا عشان تعلم ابنك الصلاة ما تقولوش لو ما صلتش انت كده ربنا سبحانه وتعالى مش هيرضع عنك وعلى ربنا يكرهك وعلى فكرة انت هتكون من الاخسرين اعماله وانت هتكون بكده بتفتح باب النار على نفسك يبقى ربنا انت لو ما صلتش ربنا مش هيوفقك هيقولي ايه ده ربنا لو قفل على الواحدة ده اللي انا لما ما صليش على طول يعمل كده معايا لكن المدخل الصحيح اللي انا ممكن استخدمه معاه اننا اكلموا عن جمال ربنا اكلموا عن حب ربنا اكلموا على ان الصلاة ربنا جعلها عشان تبقى لقاء بينه وبين ربنا فيحكي له ويكون في جمال ربنا مع ربنا في حضرة جماله وكمان اكلموا عن جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وازاي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبه وازاي حضرة النبي كان بيفتح الباب لكل واحد ممكن يعود الى ربنا وان ربنا مش ممكن يترده ابدا من سحته وان ربنا مش ممكن يخلي فيه جفاء ولا بعوحدة عنه أبدا فييجي لحظة الشخص ده ياخجل من الله سبحانه وتعالى ويعود إلى الله تانية حاجة مهمة جدا وإحنا متعامل مع جيل زد يبقى هو يبقى هو القاعدة بلاش الولدين الانتقادية القاعدة التانية كلموا أولادكم عن حب ربنا حب ربنا ليهم وكلموا أولادكم على أن ربنا طول الوقت بيدعمهم طول الوقت لا يتربص بهم اوه أتخليهم يحسوا أنهم ربنا سبحانه وتعالى وعشان كده أنتوا عارفين الأولاد ليه الأفكار اللي انت حاليا نزلت تحت ليه لأن فيه واحد إيه اللي حاصل قنت واحد من الناس فاكرينها محضة النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا معاز أفتانون أنت يا معاز بلاش تتعاملوا مع أولادكم على أن ربنا متربص بيهم وانتوا فاكرين كده أن انتوا بتولدوا فيهم الالتزام والحرص على الدين مش هينفع معهم ده هم هيدخلوا على الدين على أن هم بيتعاملوا مع حبيبهم يبقى فيه حاجة مهمة بقى والحاجة التالتة دي يا سادة أن احنا جايين مش عشان نحافظ أولادنا مش أن هم لو أن ما فعلوش التصور لنا عن الالتزام أو عن الإقبال على الله يبقى احنا لازم نجبرهم على ده لأنه إيه اللي هيحصل الدين هيضيع أرجوكم ما تحاولوش تحافظوا على الدين فيبقى أولادكم ولا الدين وما حدش يقول لنفسه ينفع أن أنا وبقوم بالتربية وبرب أولادي وبحافظ على الدين يجوا أولاده يضيعوه بلاش الطريقة دي ما ينفعش ما ينفعش تقوله كده ما ينفعش ولد يبقى أنت مسؤول عنه وتقوله أنا ربنا هيحسبني عنك فلو ربنا هيحسبني عنك أنا مش مستعد ده أدخل النار على شانك هو خلاص فهم كده إن إيه اللي حاصل إن أنت هو ملوش قيمة عندك فلازم نفهمه بشكل واضح إنه هو محل النظر لله سبحانه وتعالى وإن ربنا مش بيرقبه عشان يتربص به ده ربنا بيحبه وبرزقه فهو دايما في محل النظر لله سبحانه وتعالى مهم كمان أنا ليه بقول كده إن شكوت الأباء والأمهات والمدرسين اللي بيشتكوا لي من إن هم في جيل زد مش عارفين يتعاملوا معاه إحنا بنحط قواعد أول للتعامل معاه إذا كنا إحنا عايزين نحل مشكلة بس إحنا نفسنا يبدو إن إحنا عايزين نتأهل على المداخل اللي أنا بقولها دي ومهم جدا قاعدة الرابعة مهم جدا وإحنا بنربي أولادنا نعلمه الفرق ما بين الفعل والفاعل يعني إيه؟ يعني مثلا أقول له يلا حبيبي حاول تبقى صادق طب وإذا وقع هو في الكد أقول له إيه؟ معلش أنت ده مقتضى المحاولة اللي أنت هتحاول وممكن تغلط فهو لو قال لي يعني أنت مش زعلان مني هقول له لا أنا مش زعلان منك أنا صعيح ما بحبش الكدب لكن أنا بحبك يعني إيه؟ يعني أنا وهو عنيبقى ضد الكدب مش أنا ضده أنا وهو ضد الكدب مش أنا ضده فهو إيه اللي يحصل؟ لما يعرف أن أنا بحبه ويعرف أن أنا داعم ليه ويتشل حاجز نفسي بيني وبينه وكمان يتحط حاجز نفسه بينه وبين الخطأ ومرة مع مرة همته تزيد ومرة مع مرة يترك الخطأ ده ومرة مع مرة يحس أن ربنا سبحانه وتعالى معاه فيتخلص من هذا الخطأ ايه وقتوصلوا أولادكم لحد الاستبياع؟ عارفين الاستبياع يعني إيه؟ طب خلاص إذا كنت أنا خلاص بقيت مزنب وأزنابت وخلاص وما فيش فائدة وأنا إنسان مش كويس خلاص ملكمش دعوة بيا أنا خلاص بقيت إنسان وحش وإنسان مش كويس يسيبوك ملكمش دعوة بيا هو فقط السقة خلاص يقول لكم ملكمش دعوة بيا وملكمش دعوة أنا بقى أحل المشكلة بيني وبين ربنا لو عايزين نربي أولادنا على الاتزان فلازم نربيه على إنه مش ملك هم الأولاد ما بيحبوش ده فكرة إن أنا كنت فكرة إن الأب يجي يقول لي ابنه أنا كنت الأول على المدرسة خلاص أنا عمري ما غلطت في بابايا أنا عمري ما عملت كذا أنا عمري ما عملت كذا ما بقتش خلاص تربي الأولاد هم عايزين حد طبيعي حد إنسان يحسوا بيتعلموا من أشخاص اللي زيهم مش بيتعلموا من أشخاص اللي هم خارقين خلاص الخارقين ده كان الجيل اللي قبلهم هم دلوقتي ممكن يتفرجوا على الخارقين بس هم بيتعاملوا ويعيشوا مع الناس الطبيعيين اللي زيهم اللي ممكن يحصل لهم يعملونهم شغف وعملهم كمان همة إنهما قدروا يتجاوزوا الأشياء اللي بيتعرض لها الإنسان من المخاطر فمن الاتزان إن أنا أعرف إنه ممكن يقع في الخطأ ولما أتعود وهو يتعود إن أنا الخطأ بالنسبة له ما بيعنيش إن أنا فقدت الثقة فيه عيعيش بشكل صحيح بعد كده في حياته القاعدة اللي بعد كده القاعدة الخمسة عشان كده دايما ننبه ونذكر أنفسنا إن احنا دايما نفهمه إن احنا بتوع إقبال على الله سبحانه وتعالى وأصواتنا وطريقة كلامنا بتعرفوا إن الطريق إلى الله مش كل الخطأ بيتتساوى لكن في حاجة اسمها صغائر وكبائر فما ينفعش إن أنا طول الوقت أعقب وزعق له أزعق له لو إنه هو اتأخر على ما صالهش السنة وأزعق له لو إنه فوت الفرض هو كده مش هيقدر يتوازن هو عايز يشوف الدرجات في التعامل مع الله أنا كده إن أنا بقوله إيه ما بقولهوش إن كمان نفرق له ما بين دوت في المعاصي لا إحنا عايزين نبطل المبالغة المبالغة ما بتبنيش راجل المبالغة ما بتربيش إنسان الاعتدال والاتزان هو اللي بيرب البشر والقاعدة السادة بتقول إيه مهم إن إحنا نعلم أولادنا كمان إن من حقهم يجربوا علموا أولادكم التجربة ورزاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز بس نقرأ الحديث بشكل مختلف شوي علموا أولادكم الصلاة لسبعين يعني إيه وبعدين في مرحلة العشر طيبوا الثلاث سنين هيعملوا إيه هيجربوا عودوا أولادكم إن تجربتهم محمية إنهما تجربتهم حتى في المعاملة مع الله محمية فساعتها هيعرفوا إن الطريق إلى الله مليء بالمحاولات عشان يعبد ربنا سبحانه وتعالى وعارف إن الغلط مش نهاية العالم وإن ربنا سبحانه وتعالى مش هينتقم منه فالتجربة بتاعته محمية من الله قبل ما تكون محمية منه ونعلمه يعني إيه؟ قوله صلى الله عليه وسلم كله بن قدم خطاء وخيره خطائين التوابون يعني تجربتك محمية فانت حاول فهو لما يتعلم إن هو يحاول مش هيتعلم اليأس من نفسه ومش هيتعلم إن هو مليوش فايدة ومش هبقى عنده في بعض الأحيين فهو قادر بتقول إن في حاجز بينه وبين ربنا فيقوله وربنا تردني ليه ولا ربنا زعلان مني ليه ده لما يحس إنه وقعه في الخطأ مش نهاية العالم وإن الله سبحانه وتعالى بيعفو وأهم حاجة إحنا لازم وإحنا بنساعد أولادنا إن إحنا بنعلمهم الإقبال على الله إن إحنا نجاوب على تساؤلاتهم بشكل صحيح علشان بتراكم الأسئلة أو بالجواب غير الصحيح بتحصل الكوارث والمشكلات وعشان كده إحنا لازم نجاوب عليه ومن سيبش الأسئلة تتراكم هنقول شوية إجراءات كده سريعة أول إجراء اسمعوا أولادكم وتكلموا معهم جيل زد ده ما لهوش حل أغل إنك تسمعوا وتتكلم معاه وتتكلم معاه بطريقة بنائية يعني تأخذ من الكلام اللي هو بيقوله وتبني عليه فاسمعوا أولادكم ومتستخدموش الولدين الانتقادية معهم أبدا إيه ده يعني نشوف الخطأ ونسكت معلش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الراجل جال وبيطلب منه أنه يرخص له في الزنا وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وقعد يتحاور معاه لغاية ما وصل معاه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قناعة تعرفوا تووصلوا أولادكم إلى قناعة الأولاد دلوقت عايزين حد يسمعه وحد يكلمه لأنهما بيحسوا أنه لما أنت بتسمعه وبتكلمه أن أنت بتحترمه وبتسق فيه وهو زي ما أنت عايز يسق فيه وهو كمان محتاج أن أنت تسق فيه تسق فيه على أنه إنسان له كيان وله احترام كل الأولاد متربيين على كده كل الأولاد دلوقت ياهو الجير كله تعلم كده فهنا لازم نتعلم ده يبقى نسمعه ونتكلم معاه الأمر التاني نبني على كلامهم أمر التالي والمهم أنهما طول الوقت لازم نحسسهم أنهما في حاجات عادية في حياتنا يعني لما يجي لك عوده أنه يجي يحكي لك أخطاءه وعوده أنه إحنا نطرح الأسئلة ونختار الإجابة ونختار الحل مع بعض الأولاد دولا متعودين على أنه في بلان ايه و بلان بيه بيتعاملوا كده مع ربنا بالمناسبة فأنت لو علمته أن ما ينفعش هو طريق واحد مع ربنا هو مش هيقدر يعيش ده هو حاسس أنه طب أنا لو ما نفعش أن أنا أصلي ممكن أذكر الله ما ينفعش إذا ما أنا ما قدرتش أصلي النوافل يبقى أنت جاهز للأسئلة دي يبقى أنت لازم تبقى دايما عندك بدائل لأن بدون البدائل الإبنك مش هيسق فيك ومش هتقدر تربيه على أنه هو دايما عنده فكرة وجود البدائل الفكرة القديمة اللي أنت بدل هو رافض ده يبقى هو رافض الدين ما تقدرش تتعامل معه بيه هو بيحب البدائل بيحب البدائل ليه؟ لأنه في أوقات كتير عنده ميزاج الأولاد عندهم ارتفعت الميزاجية فأنت لازم يبقى عندك بدائل آخر حاجة بقولها لك لازم عاوده دايما أنه هو يكون بيكلم ربنا وإنت تعاود دايما أنه أنت تدعيله ويسمعك وإنت بتدعيله عشان يحس أن في حد بيكلم ربنا علشانه فيحس أن ربنا سبحانه وتعالى بيسمع عنه وبيسمع له خلوا أولادكم يكلموا ربنا وكمان خلوهم يشوفوكم وإنتوا بتكلموا ربنا وبتدعولهم عشان ربنا سبحانه وتعالى يطيب خطرهم ويكون في مدادهم اجعلنا من أهل الحكمة ومن أهل الثقة في أنك يا مولانا أنت الذي تربي أولادنا فنتعامل معهم بما يستحقون من ثقة وود ورحمة واجعلنا يا رب من أهل مددك وعطائك وارزقنا يا ربنا توفيق لكي نكون من أهل الحكمة عندما نقبل عليك وفي أيدينا أولادنا وفي أيدينا أولادنا ونحن ندخل عليك من باب سعتك وباب رحمتك وباب وودك فاللهم اقبلنا وأولادنا في سعة فضلك وكرمك وسعة حسن الأدب معك يا رب العالمين يا رب اقبلنا على الدوام بعد الفاصل نلتقي مع أسئلتكم المباركة عشان نجاوب عليها ولكن بعد الفاصل جاءنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج اللي تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وبنخصص لها وقت عشان نجاوب عليها ونفضل في مجالس العلم ويفضل نور ربنا سبحانه وتعالى يملأ لبنا وأول اتصال معنا النهاردة الحج عادل من كفر الشيخ تفضل برحمة الله وبركاته فضلت الإماء إزاي حضرتك أنا والله يا سعيد اللي بس محصوطة وأنا أسعد لله أولا أنا أعيذك تدعي لك ثانيا أدعي لك ربنا يفتح عليك ويشرح صدرك ويزيح عمك ويجعلك إن شاء الله في خير حال وينزع عليك من ألطافي ومن رحماتي ومن بركاتي ما يجعلك من سعداء الدارين يا رب العالمين ويجعلك في هنى وسرور يا رب برك الله بيك السؤال الثاني يا فضلت الإماء فضل صلاة الجنازة ووضوء دون صلاة الفرض جائز أم لا يعني صلاة الجنازة أتوضلها بوضوء أصلي بالجنازة بوضوء بوضوء جائز دون صلاة الفرض أم لا آه نعم أنت حالك بتقول صلاة الجنازة بعد في أوقات الكراهة في أوقات خلينا نقول في أوقات الكراهة يعني أن أنت تصليها في وقت القراها اللي هو قبل صلاة الظهر أو وقت القراها اللي هو بعد صلاة العصر صحي كده؟ مثلاً مثلاً كده لا يجوز أن أنت تصليها وخاصة عند السادة الشفعية ليه سيدي؟ هو إحنا عندنا عند السادة الشفعية وهو دات المفتبهي أن الصلوات اللي ممنوع أن هي تصلى في أوقات القراها نوعين إحنا عندنا أربع أنواع من الصلوات صلوها لها سبب سابق يعني إيه سبب سابق؟ سبب الصلاة قبل الصلاة زي مثلا أنا دلوقتي علي صلاة قضاء هو قضاء الصلاة كان قبل ما صلي ولا بعد ما صلي لا ده الصلاة كانت واجبة عليها قبل ما صلي يبقى صلاة القضاء دي أصليها في أي وقت طيب النوع الثاني من الصلاة لا ده فيه سبب مقارن ده فيه كسوف للشمس فأصلي كسوف الشمس دوت في أي وقت أو خسوف القمر فأصليه في أي وقت ما حتى لو كان الوقت ده وقت كراه يبقى دولاً لين فأصليهم في أي وقت صلاة الجنازة بقى من أني نوع صلاة الجنازة سابقة فسابقة احنا بنصلي الجنازة من أجل موات من نصلي عليه يبقى ده قبل إيه؟ ده قبل إيه؟ قبل الصلاة فيجوز إن أنا أصليها في أي وقت حتى لو كان وقت كراه فيجوز إن أنا أصلي صلاة الجنازة حتى لو كان ده في وقت كراه إنما إيه اللي ما صلهوش؟ صلاة لا سبب لها أنت لا يحصي إيه أصلي ركعتين كده لا ما يتصلهمش في وقت الكراهة أستنى في غير وقت الكراهة أو صلاة لها سبب لاحق أنت عتصلي إيه أنا أنا أصلي عشان لا استخاره بعد ما صلي أستخير ربنا أبقى دعوت بدعاء الاستخار ألا يبقى الاتنين دولة ما نصلهمش في وقت الكراهة يبقى صلاة الجنازة ينفع صليها في وقت الكراهة نعم لأنها صلاة لها سبب سابق يعني دي ما فيهش حاجة دون صلاة الفرق أنا مستمع حاجة عاد بقول لحضرتك دون صلاة الفرق ما فيهش حاجة حتى دون صلاة الفرق يا حاجة عاد جايز طيب أي حد بيعمل أي نوع من أنواع التدليس أي نوع من أنواع الكذب أي نوع من أنواع الاحتيال أي نوع من أنواع الغرر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لبائع غرر بشخص وحاول أن يغشه قال من غشنا فليس منه طيب اللي بيعمل كده إيه ده آثم آثم شرعا وكل ما يزيد الضرر كل ما يزيد الإث والأموال اللي بتتاخد بنقع لده دي أموال حرام فلابد أنه يتقل الله سبحانه وتعالى إنما لو هو قدم خدمة والخدمة دي بيتساوي يبقى حرام اللي هو عمله من التغيير وهو يأخذ ويبقى الحلال بتاعه مقابل الخدمة اللي أداها فعايزين نتقل الله سبحانه وتعالى الناس مش حمل الناس كمان يخدعوهم ويأزوهم كفاية عننا التجار اللي بيحتكروا والتجار اللي بيمنعوا السلع عن الناس كمان عن نعمل غش كمان تجاري وغش في الإعلانات عايزين الناس نتقل الله سبحانه وتعالى وما يزودوش على الناس وخاصة في ظل هذا الحالة اللي فيها التجار محتاجين نكلمهم كل ما نقولهم اتقوا الله سبحانه وتعالى وكمان الصناعية نخليهم يخلوا بالهم لأن الرزق الحلال هو الرزق الذي يبارك فيه مش الرزق اللي بيتجابن هنا وهنا حتى لو كان بيتجاب بالغش وبالخداع معانا أمو شهاد من الإسماعيلية السلام عليكم عليكم السلام عليكم اتفضلي لو سمحتنا عندي مشكلة بعاني منها بقى لي تمان سنين طيب ربنا اه 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 يزيل عنك وان شاء الله يفكر بك ويجعلك ان شاء الله في خير الحياة اللهم عميد اتفضلي كل مشاكل حياتكم والمشكلة اللي انا بعاني منها بقى لي شهرين تادي ايه مشكلة ايه بقى انا دلوقتي فيه جوزي بينام مع استجداد في التليفون وعلى الشتات طيب يعني فيه برامج انا معرفش هما ازاي عملوها برامج تعرف بيتعرف على الستات بيعرف على المطلقات بيتعرف على اي جديد من اي نوع ده جديد ولا من زمان يا ده جديد ولا من زمان الموضوع ده بقاله كتير بس كان يعني هو كان يبقى عارف ستات بيتكلم معه على التليفون بس كل كم يوم يكلمها مكلمة يعمله كده مع بعض سلم يا رب انا كنت مفكر ان هو بيتكلم كلام عادي لو مش في المافي انه ممكن يمارس الحاجة دي فعلا انا لما سنعت انا كنت مربع على التليفون طيب انت انت بتسأليني بقى انا سؤال في سؤالين ممكن بتسأليهم انا سؤال اللي بتسألهون السؤال دلوقتي ان انا دلوقتي بقى لي اكتر من شهرين هو بينزل شتات تعرف على المطلقات وتعرف على البنات وبيدخل يتكلم معاهم هو بس في الموضوع ده بس هما بيتكلموا في كده بس ممكن يكون بيتكلم مع تلاتة واربعة وعشرة وعشرين في نفس الوقت وبيبعت لهم فيديوهات وصور طيب السؤال حضرتك السؤال حضرتك اتصرف ازاي اقول لحضرتك ما انا قلت حضرتك فيه سؤالين اقول لأ اكلمه او انا عرفت عليه ان انا اجي لحضرتك هو رفض عرفت عليه ان احنا نيجي ونتكلم قلت له طب بلاش انت انا هروح واتكلم معي رفض قال لي طب انت لما تروح الواحدك مفيش فايدة هو بيقعد لو انت تكلمت معي بيقعد يسمع منك وتحس ان هو طاقي وهيعمل باللي انت بتقول دي انا اقول لك الحكاية انا اقول لك الحكاية انا اقول لك الحكاية لان اذا عرف السبب سهل الحل اذا عرف السبب سهل الحل انا اقول لك الحكاية ايه بص الحكاية في الغالب ان مسألة ادمان المشاهدات دي ما بتبقاش جاي على كبر الحاجة دي بتبقى موجودة في الصغر ولما بتبقى موجودة في الصغر لازم نولد لدى الشخص ده إرادة إن هو يتغير إن الله لا يغيره ما بيقوم حتى يغيره ما بيأنفسه يبقى هو لازم تتولد عنده إرادة للتغيير وهي دي وظيفة الشخص اللي بيساعد الناس على إنهم يتحسنوا ويطوروا حياته فهو لو جاء نكلمه عن مداخل ممكن يتعامل بيها مع الماضي اللي هو شايف إنه هو متصلت عليه وشايف إنه هو شكله وجدانه وخاصة الخريطة الجنسية عنده فبنقدر نتكلم معاه إنه هو يغير ده لإنه هو اللي بتحكيه ده بتحكي عن حد أدمن هذه الأشياء وإحنا عندنا طريقة لتغيير هذا الإدمان وبشكل متدرك بس بشكل متدرك مع قرار حاسم الآن إنه هو يسيب ده وبيسيبه وإحنا لازم نقوله إحنا جنبك لما تيجي تخرج من ده وإحنا بنفرق نفس الكلام اللي إحنا قلنا النهار ده وإحنا بنفرق ما بين الفعل وما بينك إنت يعني مثلاً إنت هتقول لي إن أنا بحبك بس بكره ده فتعالى عشان أستمر في حبك تعالى نخرج من ده نخرج من هذا الفعل القبيح اللي هو خطر عليك وخطر على أولادك فتعالى نخرج من ده وأنا عساعدك وخلي بالك أنا سورتي هتفضل تتحسن طول ما أنت بتغير اللي أنت بتعمله ده فأنت سألتيني إيه إحنا محتاجين خبير نعم وإحنا محتاجين أنت تعملي معاه إيه تقولي له أنا مش قادرة أصبر على ده وده لازم يتوقف طيب أنت مش قادر تتوقف تعالى مع بعض أنا عساعدك وأنا بفرق ما بين الفعل القبيح ده وما بينك وتعالى نتغير لكن لازم فيه جلسة حاسمة تختص بها ده الأمر لأن ده طريقة لاستهلاكك أنت هتفضل تستهلاك كده أنت طبعاً هو مش مدرك أنت مش أنك أنت بيحصر لك الديق والاكتئاب ده لما بتشوف الكلام ده لا ده أنت بيحصر لك الكلام ده على مدار الساعة 24 في 24 فأنت لازم توقف الوقف الحاسمة دي عشان لعل هذه الوقفة تنهي المسألة دي ومحتاجين ناس حكماء وناس لهم تأثير عليه عشان يخرج من اللي هو فيه ده أستاذة مكة عيو سنوى عليكم اتفضلي عليكم سنوى عمكات وفند حضرتك أنا متزوجة من 22 سنة نعم نجوز يرمى علي يمينات كتير يعني أول مرة قال لي أنت طالق بالثلاثة وبعد كده قال لي يعني جي موقف تاني وقال لي لو نزلت وروحتي عند أمك هتكوني طالق برضو بالثلاثة لو نزلت عند أمك وروحتي عند أخوك فأنا يعني بعد فترة أنا نسيت كنت آه بطلع ممكن نطلع عند أخوه كده فهو كان بيتكلم بجد فديات طيب هو فين بقى لا هو مش موجود لا هو رمى علي خمس مرات والخمس مرات انت طالق بالثلاثة وآخر مرة دي أنا طلبت منه الطلاق طيب هو فين برضو 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 يا سئلة مكة هو مش موجود يعني مش موجود معنا على الأوى دلوقتي لكن ممكن بعد إزن ممكن بعد إزن حضرتك يتصل بي عشان أنا لازم أتحقق معاه أو يتصل بمية وسبعة بدار الإفتار المسئولية عشان نتحقق معاه نتحقق من بص حضرتك هو يعني على طول في مشاكل وعلى طول أنا نفسي يبقى استعادان لإنه حتى إنه شي حاجة أخلص يبقى إيه الحكاية يبقى الحكاية مش إنه هو كتير الطلاق لكن الحكاية إنه إحنا في مشاكل بيننا يبقى حضرتك هتفضلي مشكورة وتجيبيه على مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتار عشان نقدر نتكلم مع بعض نقدر نحيل هو مش راضي مش راضي يروح في حط اضغطي وخلي حدي كمان يساعدك على إنك أنت تضغطي وليه تأثير عليه إنه ده الحل أنا بقول له ممكن تكون مشاكل من كتر الطلقات ديت اللي إحنا فيها وإنتا مش عادي سترد يقول لي طالما يعني ما طلقاتك ما ازني بقى كده أنت مش تقول أنا زي ما قلت لحضرتك لأن حضرتك دلوقتي أنت بتحكي لي إنه مفي مشكلة عند زوجك مش عندك أنت فمش هينفع ماينفعش الدكتور يكشف على حد تاني من غير المريض وإن كنت أنا بقول لك من الأول خالص إن أي مشكلة زوجية لازم يكون طرفها لاتنين فأنتي أنت لما تجيبيه وتيجي لازم تكوني جاهزة إن أنت تشوفي قد إيه أنت كنت مساهمة في المشكلة اللي بينكم ده اللي أنا بقول لك ده ممكن يحمسه ويشجعه إن هو ييجي يعني تقولي له أنا مش راح عشان أنا أطلع الملاك وإنت تطلع الشيطان لكن احنا راحين عشان نشوف كل واحد فينا ممكن يتغير إزاي ساعتها ممكن ييجي أستاذ أشرف من إسماعيلية تفضل سلام عليكم عليكم سلام ونحط الله وبركاته إزاي حضرتك يا فضل تشير نعم وفضل الحمد لله والله يسألين عشان ما أطلش على حضرتك عشان أدي فرصة لبقى الناس اللي ما يتصلوا يعني حضرتك إيه 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 زم أو إيه إيه جهزة المدير اللي بيسمع لجماعة النمامين الزمال في الشغل وبيبن قراراته بولانا علي بيسمعه ولاذ اللي بيشوفه أنا مسامع كويس ممكن ممكن ممكنarf ممكن تعيد تاني أستاذ أستاذ أعشرف أنا مسامع عيد معي السؤال تاني بعد إذنك حضرتك لما يكون أنا شغال في شركة كويس وحضرتك المدير بيسمع للجماعة النمامين ما بيشوفش بس بيسمع وبيبني قراراته علي بيسمعه أي وبيقع وبيقع ظلم على اللي هو بيسمع اللي بيسمع عليه ده صح ووقع عليه جزة الشخص بقى اللي بتظلم ده يعمل ايه? اه. هقول لك الشخص اللي بتظلم ده يعمل ايه? صح. الشخص اللي بتظلم ده يعمل يعمل تلات حاجات. اول حاجات. انا في سؤال تاني يتفضل اسمع السؤال التاني وبعدين اجاوبك في السلساشة. السؤال التاني بمكن يكون مهم برضو عنه شوية عندي عمي وبنت اه عمتي. في خلاف على مراس في الارض. وعمتي دي توفاها الله وبناتها هما دلوقتي اللي رفعوا قضية عشان خلهم مش عايز يدلهم المراس بتاعهم. اه. فعشان يحلوا الاشكالية. جي عمي ده راح ايسلهم حتى في الارض كده. حتى بعيدة في اخر. الارض الزراعية بحيث ان هي صعبة المنال. عما نجيب حد يشتري مش موافق عليها. والبنات دول محتاجين فلوس. القضية اشتغلت ووقعت حكم على عمي اللي هو خل البنات دول. طيب. في الوقت هو بقول لازم يتنزلوا عن القضية دول. طب هما مش طايلين الارض. مش عارفين يصرفوا فيها. ومش عايزين هم يشتروا ويدبل الفلوس بتاعة الارض اللي بنات اخته. ايه الحل في الموضوع ده? اجاوب على حضرتك. اجاوب على حضرتك. اول سؤال السؤال الاولاني. الشخص اللي هو بيتظلم ده يعمل ثلاث حاجات. اول حاجة يستمر في عمله. وما يخليش اللي بيحصله دوت يمنعه عن العمل ده. لان لازم يفصل ما بين حاجتين. ما بين الادارة والعمل. العمل ده احنا بنعمله عشان العمل حياة. العمل رجولة. العمل عبادة. فالعمل ده انا بعمله لان انا بتقاضي عليه اجر. ملوش دعوة بالادارة. فانا لازم استمر في العمل واشتغل بالعمل كما يجب. ان الله يحبه. اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. فانت تستمر في العمل. حاجة تانية ان انت الشخص اللي بيسمع ده اجلس معاه جلسة جلسة واضحة. قل له حضرتك انا باعاني من ان فيه بعض الناس بيعملوا كيت وكيت 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 وانا في الحقيقة انا مش كده. طيب اذا كان هو شخص لا يسمع الى هذا. استمر. استمر في عملك. ولو تستطيع ان انت ترفع الظلم عنك باي طريقة اخرى فارفع الظلم عنك باي طريقة اخرى. حتى لو تقدم شكوى. بس انا رأيي ان انت محتاجة تعمل حاجة اسمها في العلم الادارة ادارة المدير. انت محتاجة تدير مديرك. بحيث ان هو لما يسمع الكلام عنك ما يصدقوش. احنا ببعض الاحيين بنخلي الشخص اللي هو بيدرني ازا هو تعامل مع الناس اللي انا ما بحبهمش بقا هو راح في اه صف الاعداء. وبقى زيهم عدو ولية. الكلام ده مش صح. دي مش طريقة صحيحة. انا محتاجي ان انا ادير علاقتي بمديري. يبقى انا نصحتك بتالت حاجات. حاجة الولنية ان انت تستمر في العمل. الحاجة التانية ان انت تروح تكلم مديرك. الحاجة التالتة ان انت تدير مديرك. تديره يعني ايه? تشوف. هل انت فعلا بتتعامل معه ند بالند? يعني انت بتعامله بشيء. بيحس ان انت بتنتقده. بيحس ان انت مش عاجبك العمل. وبيحس ان انت مش راجل بتستمع ليه الرأي الجماعي. او ان انت مش عايز تندمج في الفريق. ازا كان هو ده انطباعه. انت محتاج ان انت تغير ده. محتاج تغيره ازاي? بان انت تديره. تبيله بشكل واضح ان ده ما بيحصلسه منه. حتى لو حد تاني بيتكلم. طول ما انت بتمشي بالطريقة دي. طول ما انت عتكون ان شاء الله في مدد ربنا وفي حفظ ربنا. اما مسألة ان فيه حد رفع عضية. وحصل على حقه من المراس. فهو مش واجب عليه ان هو متنازل. عن القضية. بالعكس ازا كان القضية دي جابت له حقه. فله ان يتمسك بذلك. واذا تمسك بحكم القاضي. فهو ليس عليه اسم ولا يجب عليه. ولازم نتعلم ان حكم المحكمة في الاشياء المتنازعة فيها. الاصل انه ما يخليش العلاقات تفسد. ميحدش يجي يقول له بدل انا عمك وانت ما ترفعش قضية. طب وهو ازا كنت عمي وانت منعتني مراسي. او انت خالي ومنعتني مراسي. اعمل ايه? فالعمل اللي هم عملوه صحيح. والاموال اللي هتجي لهم هتكون حلال. وان ده وتحقهم. ومش واجب عليهم ان هم يتنازلوا عن القضية. لان دي ما فيهاش قطع الى الرحم. يعني هذا الامر مطالبة بالحق. عند منع الشخص حق شخص وظلمه. فوصول لحقه بالتقاضي وبسيادة القانون. دوت ليس فيه اي نوع من انواع قطع الراحم. بالعكس ده واحد باخد حقه. ازا كنت انت شايف ان انا مش من حقي ده. فالقاضي اللي يفصل بيننا. والاساس ان القاضي اللي يفصل بيننا لان انت شايف وجهة نظر وانا شايف وجهة نظر. مين اللي هيفصل في ده? قاضي المسلمين. فاذا قضى قاضي المسلمين بده. يبقى خلاص. وازاك يقولوا كده. فيه قاعدة عندنا في الفقه تقول ايه? ان حكم الحاكم يرفع يرفع النزاع. ظاهرا وباطنا. فهو لما يحكم. خلاص. الحكم ده بقى هو دوت عنوان مراد الله سبحانه وتعالى. وعنوان حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة. يا سيدة. هنالنهاردة تكلمنا عن جيل زد. وازاي نساعدهم على ان هم يتحلوا بالقيم والاخلاق. وازاي نساعدهم على الاقبال على الله. دي كانت اول حلقة. لكن مش هنتأقف. لان هذا الجيل في الحقيقة عند كتير من الناس. مش فاهمينه. مش قادرين نتعاملوا معه. حاسين ان فيه فجوة بينهم بين ربنا. وحاسين انهم في حتة تانية بعيدة عن ربنا. انا مش موافع على على الطرح ده. لكن انا موافع على مسئوليتنا. ان احنا لازم نتغير. ولازم طريق التعاملنا معاهم. تكون افضل من كده. واكثر فاهما لهم. هنستمر في فهم خصائصهم. وهنستمر ازاي نتعامل معاهم. لان دولة فلزات اكبادنا. ودولة مستقبالنا. ودولة في الحقيقة الاختبار الحقيقي. لماذا نضجنا وماذا حكمتنا. اذا احنا سرنا وتمسكنا بمدد الله سبحانه وتعالى. ان الله سبحانه وتعالى ما خلق خلقا. الا وقد فتح لهم بابا للإقبال عليه. ونحن سنكون عونا لأولادنا. وعونا لأحبابنا. وعونا لجيل. في الحقيقة يحتاج الى سند. ويحتاج الى دعم. ويحتاج الى فهم. ويحتاج الى قلوب مفتوحة. تساعدوا على انه اقلب وينفتح على مولانا سبحانه وتعالى. فيرى كل واحد منهم جمال الله. ولكن بطريقتي وباسلوبه الذي فيها تجل الله سبحانه وتعالى. بالكرم والجود والمدد. يا رب اعنى على ذلك. واجعلنا يا ربنا سبب من اسباب الدلالة عليك في كل وقت وحين. امدنا بمددك يا كريم. واعنى على ان نكون كلمة طيبة. تهدي قلوبا حائرة لصراطك المستقيم. يا رب العالمين. اشتركوا في القناة.